اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المركز الثالث المركز الثالث سمحة لسيد مكتوم بن نوح البلوشي وفي المركز الرابع الطيارة على المركز الرابع للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري وفي المركز الخامس الشاهنية للسيد النوبي بن حزيز بن سويدان المحرمي وفي المركز نشوف المركز السات السات ولا السابع المركز السابع ولا المركز السات العبور للسيد صالم بن عود بن سعيد العامري هي اللي على المركز السات وفي المركز السابع ناخذ اللي في المركز السابع في هذه اللحظات مياسة للسيد مبارك بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي وفي المركز الثامن المركز الثامن شهد للسيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري وفي المركز التاسع المركز التاسع مطره للسيد أحمد بن يمعى بن مطر الخيلي وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر الدانة للسيد حمد بن الضعية بن غدير الاجتبي هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل مع سن الحول سن الخبرة هذي اللي أنجزنا العديد والعديد على أرضية الدولة وخارج أرضية الدولة مع هذا من يوم سن الحجائج حتى وصلا إلى سن الحول إلى سن الخبرة ونرجع إلى المغدمة نرجع إلى شعار بن دليوي مع الشاهنية للسيد راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبع على مغدمة هذا الشوط مع الشاهنية منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي تطمح بفوزي وناموسي هذا الشوط ننتقل إلى الطيارة الطيارة على المركز الثاني السلام الطيارة للسيد مسري بن سالم بالعرطي الأميري بوحمد متواجد مع الطيارة على المركز الثاني وعينها على الشاهنية وعينها على المركز الأول ننتقل إلى المركز الثالث سالهود على المركز الثالث السيد سلطان بن حميد بالكديدة اللي على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع سامح للسيد مكتوم بن نواب بن نوح البلوشي وفي المركز الثالث المركز الخامس والشاهنية للسيد النوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي وفي المركز السات المركز السات نشوف في هذه اللحظات مياسة لسيد مبارك بن محمد بن خير الشريفي مياسة العود مياسة الشكل ننتقل إلى المركز الساد وفي المركز الساد شهد للسيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري وفي المركز السابع المركز السابع نشبه للسيد سعيد بن سلطان بن حمد الشامسي وفي المركز الثامن المركز الثامن المسج للسيد حمد بن محمد بن حبصان المنصوري وفي المركز التاسع العبور للسيد سالم بن حود بن سعيد العامري وفي المركز العاشر وصلت وهايب بشعار الجريء السيد سعيد بن حمد بن دري الفلاحي هذه النتيجة هذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائي مسافتنا ثمانية كيلومتر يكفي للسبوق والتغيير والتكتيك من الأخوان الملاك والمضمرين اللي بيسير مطيته على كيف عنده مسافة تكفي عنه يتصرف حسب أداء المطية وتسييره لمطيته لكن الطيارة بدأت تحرك محركاتها يا سلام بدأت تتسلل وتخير في فارق راس مقدمة هذا الشوط للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري المركز الثاني الشاهنية للسيد راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبه يا سلام المركز الثالث المركز الثالث هنا الشاهنية للسيد النوبي بن عزيز بن سويدان المحرم يا سلام الشاهنية أيضا خطيرة تبالها مراقبة تبالها متابعة من صاحبة سجل حافل وهي أيضا سجل حافل وتاريخ خم شرف أنتمنى التوفيق للأخوان جميعا أن كل واحد مطيته تدي الأداء المطلوب منها يا سلام الذي يتوقعه المالك والمضمر ننتقل إلى المركز الرابع وفي المركز الرابع الشهد يا سلام لكن المسج غادم بشعار بن عفصان إلى المركز الرابع في هذه اللحظات حمد بن محمد بن عفصان المنصوري شهد على المركز الخامس شهد حلو يا سلام يا سلام يا شهد شهد على المركز الخامس وهذه اللحظات للسيد عامر بن محمد بن زايد المنصور يا سلام على هذا الأداء المتميز ننتقل إلى المركز الساد وفي المركز الساد هنا نشبه للسيد سعيد بن سلطان بن حمد الشامسي وفي المركز السابع سالهود للسيد سلطان بن حميد بالكديدة وفي المركز الثامن المركز الثامن نشوف اللي في المركز الثامن الحبور تبا تعبر الحبور يا سلام للسيد سالم بن حود بن سعيد العامري وفي المركز التاسع المركز التاسع نشوف اللي في المركز التاسع مياسة للسيد مبارك بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي وفي المركز العاشر الجريء خادم معه وهايب سعيد بن حمد بن دري الفلاحي يا سلام يا سلام على هذا الأداء الأداء المتميز للحول الركب تلغاي والحر تلغاي حتى هذه اللحظات والعصي في البطان يا سلام يا سلام والطيارة متصدرة يا سلام يا سلام يا بو حمد يا سلام يا بو حمد لابس عقال السبق منكوس يا سلام ما دام عندي ولد مياس ولا سلالة مياس يا سلام يا بو حمد تاريخ مع مياس مع سجل حافل تاريخ مشرف بالإنجازات يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز اللي ما له ماضي ما له حاضر يا سلام يا سلام يا بو حمد تاريخ وإنجازات عديدة بشعارك وشعار أصحاب السبو الشيوخ التاريخ يشهد بو حمد له باع طويل باع طويل في هذا المجال الميادين تشهد يا سلام يا سلام خطرت عليه يا بيات يقول نباك يا راعي البعير توري اتفز من ينك رجاب مسري يا سلام يا بو حمد يا سلام يا بو حمد مع الطيارة للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري على مغدمة هذا الشوط الآن المحرك رقم واحد إن شاء الله المحركات هناك في الكيلو الأخير ولا عند الـ 1200 عندما يحتاج المالك ولا المضمر أن يحرك طاقة مطيتة أعصابك يا بو حمد لكن أشوف الهجوم من اليمين ومن الإيسار يا سلام شوفوا الهاجمين شوفوا الغادمين الشاهنية غادمة والمسج غادمة الشاهنية بدأت تتسلل وتغير إلى مغدمة هذا الشوط إلى موقعها الصحيح إلى مكانها الطبيعي الذي عودتنا إياه ها هي الشاهنية للسيد النوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي يا سلام يا المحرمي يا النوبي هل المسعودي يتابعون أداة الشاهنية في هذا الصباح الحلو الجميل على أرضية ميدان المرموم ننتقل إلى المسج على المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد حمد بن محمد بن حفصان المنصوري من الجانب الثاني نشوف الدخول يا سلام إلى المركز الثاني نشبه وبس سوي نشبه نشبه غادمة بقوة بنشبته بأداها بتحديها إلى المركز الثاني للسيد سعيد بن سلطان بن حمد الشامسي غادم أيضا مع نشبه المركز الرابع ونشوف المركز الرابع وصل شعر الجري وصل معه وهايبه للسيد سعيد بن حمد بن دري الفلاحي شاعر الغمة هو بالحب غادم يا سلوم الفاتنة الفاتنة للسيد سالم بن سعيد بالحب العامري من وين يتيه بالحب ذحنا كم من مرة ما يبنالك طاري لكن نشوف الفاتنة خادمة وهي فاتنة وتنازع إلى المركز الأول في هذه اللحظات الفاتنة للسيد سالم بن سعيد بالحب العامري إلى مقدمة هذا الشوط يا سلام الهجوم مكثف الهجوم مكثف على المقدمة نشوف نشبه من الجانب الثاني يا سلام من الجانب الجنوبي من الجانب الجنوبي تغير إلى المركز الثاني لكن المسج بدت تهب رياح المسج إلى مقدمة هذا الشوط ألف وميتين ما تبقى عن خط النهاية يلا يا أخوان يا ملاك يا مضمرين اللي بيحرك اللي بيفتح سماعة اللي بيكلم يا سلام يا سلام المسج على المقدمة للسيد حمد بن محمد بن عبصان المنصوري المركز الثاني نشبه على المركز الثاني للسيد سعيد بن سلطان بن حمد الشامسي المركز الثالث رهمه 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 للسيد سعيد بن محمد بن منانة بن غدير الاجتبي وين يتي بن منانة وصل عند الألف وميتين بدأ ينفس المسج على المقدمة رهمه رهمه والمسج ونشبه وأيضا اللي في المركز الرابع لسيد راجب بن ظالم بن شريم المري يا سلام المسج لا زالت متصدرة رهمه أيضا قادمة ونشبه قادمة يا سلام يا سلام رهمه 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 إلى المقدمة يا سلام نشبه بببببب المعركة شديدة المعركة شديدة نشبه 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 أيضا مذيار 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 واصلة مذيار واصلة من المركز الثالث إلى الثاني عينها إلى الأمام عينها إلى خط النهاية يا السلام مذيار مذيار الدقاش بن محمد العامري والمدح في مذيار ينعد من مرة عشر مرات وين ييت يا دقاش وين وصلت في الأمتار الأخيرة سلام سلام عليكم يا أهل الفوع واسعد الله صباحكم بيكل خير وبيكل محبة إلى الهير وإلى الفوع تهانينا من الأمام للسيد دقاش بن محمد العامري على فوز مذيار بالمركز الأول سلام يا أبو محمد سلام تهانينا على هذا الفوز والأداء المركز الثاني نشبه على المركز الثاني للسيد سعيد بن سلطان بن عمد الشامسي المركز الثالث رحمة للسيد سعيد بن محمد بن منانا الاجتبي المركز الرابع الداني للسيد حمد بن الضحي بن حمد بن غدية للاجتبي المركز الخامس المسج للسيد حمد بن محمد بن حفصان المنصوري يهو شغط شغط يحمل التقييرات في الأمتار الأخيرة مذيار وصلت تقريبا في الستمائة متر الأخيرة بخطفة المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار في زمن وغدر 12 دقيقة 55 دانية 8 أجزاء من الثانية تهانين للسيد دقاش بن محمد العامري تهانين الأنجال الكرام محمد وسالم ومبارك وأيضا سالمين على هذا وصيف على هذا الفوز المستحق الذي قدمته لهم مذيار المركز الثاني نشبه على المركز الثاني نشوف توقيت نشبه يا مخرجنا المبدع بعدنان تيسير شنابلة في الاخراج والصورة مع قناة دبي ريسنج ها هي نشبه 12 دقيقة 57 دانية 7 أجزاء من الثانية تهانينة لسيد سعيد بن سلطان بن حمد بن سيف الشامسي بالأصلة صباح الخير يهل العين وهل زاخر المركز الثالث رهمة 12 دقيقة 57 دمان أجزاء من الثانية تهانينة لسيد سعيد بن محمد بن منان بن غدير اشتفي صباح الخير يهل زعبيل تهانينة للجميع والناموس على هذا الأداء المتميز مع سن الحول سن الخبرة ومحل الرقص يا أبو أحمد مع الكبار في هذا الصباح يسعد لي صباحك بكل خير وبكل محبة متواصلين إذن مشاهدين الكرام مستمرين في التحدي والتواصل من خلال الانطلاقات الصباحية حيث نسير مع ثاني أشواط الصباح في منافسات الكبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر